اهلا بكم الى موجزة الاخبار اعرب رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر عن تطلعه في زيادة ضغط روسيا على الميشا الانقلابية للكف عن مغامراتهم الخاسرة والمغامرة بحياته ودماء اليمنيين فيما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرتهم جاء ذلك خلال استقباله للسفير الروسي لدى السعودية سيرجي كورالوف لمناقشة الحلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وكذا تطورات الوضع للساحة الوطنية والتداعيات الانسانية المتفاقمة جراء الحرب التي اشعلتها ميشا الحوثي وصالح الانقلابية واستمرار رفضها الانصياء لإرادة الشعبية والدولية وتنفيذ مريعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتماثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 22-16 الصادر تحت الفصل السابع أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بعمق ومتانة العلاقة الترخية الميمنية المصرية وما يحكمها من نمط ثابت ومتميز في الماضي والحاضر وتستند إلى التراكم حضاري وتاريخي كبير ونوه رئيس الوزراء لدى استقباله السفير المصري لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي بما لعبه الأشقاء في مصر العروبة كدولة وكشعب من أدوار أساسية ومهمة في التاريخ اليمني أبلزها دعم الثورة اليمنية ماديا ومعنويا وترسيخ النظام الجمهوري والمشاركة حاليا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء انقلاب ميليشي الحفثي وصالح المدعوم إيرانيا ويشكله خطرا على أمن واستقرار المنطقة العربية والملاحة الدولية ويحاول العودته بعيلة التاريخ في اليمن إلى الوراء وتحديدا ما قبل ثورة سبتمبر 1962 أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها برأسة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر مبيعات النفط الخام لدورة يونيو 2017 بكمية إجمالية مليوني برميل من نفط خام المسيلة بسعر برينتر مؤرخ ناغصا 51 سنة للبرميل الواحد وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة البالغ عددها 30 شركة على الشراء والمقدم من شركة كاثي والإجمال الكمية وفيما يتعلق بنفط خام شبوه أقرت اللجنة الغال مناقصة لشراء الكميات المتوافرة نظرا لانخفاض السعر المقدم من الشركات المتنفسة بسبب قلة الكميات المتاحة حاليا وناقشت اللجنة العليا تطوير عقود بيع النفط الخام بناء على التغرير المقدم من اللجنة الفنية بهذا الخصوص بما يضمن حقوق الدولة من عائدات بيع النفط الخام قتل خمسة من ناصر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة في مواجهة مع قوات الجيش الوطني والمقامة الشعبية بتعز وقال مصدرنا عسكريون إن قوات الجيش أكبرت المليشيا الانقلابية على التراجع والانسحاب من جنوب جبل السلطان وشمال غربي معسكر خالد ومحيط الصياحي وموكنة غربي مدينة تعز بعد معارك عنفة إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي في جبل ودار السلطان بمديرية موزع وتلت الأوسط جنوب جبل السلطان والتي أسفرت عن صغوط عشرة القتلى والقرحة في صفوف المليشيا اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة الجوف وأكدت مصادر ميدانية اندلع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في جبهة مزوية شمال مديرية المتون في حين كثفت مدفعية الجيش الوطني استهدافها لمواقع المليشيا في هذه الجبهة كما اندلعت اشتباكات عنيفة في موقع ضبع في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف كما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا في اللبة والغرفة والصداح بمديرية المصلوب وتكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا مكتفا على مواقع متفرقة لمليشيا الحثي وصالح الانقلابية في مديرية صرواح وسلسلة جبل هيلان غرب محافظة مأرب وقالت مصادر الميدانية أن القصف المدفعي استهدف مواقع المليشيا في مناطق المطهر ووادي انشر باتجاه المصنع وأسفل جبل الأشغر شرق سوق صرواح كما استهدفت المدفعية تمركز المليشيا في تبتي المراقبة والحماجرة جنوب سوق المدينة وقتل خلال القصف المكثف للمدفعية العشرات من المليشيا الانقلابية واستهدفت تعزيزات في جبهة هيلان حسب المصادر العسكرية انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة